كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف ألف خير حديثنا الليلة كيف نغتنم هذا الشهر الفضيل قبل أن يمضي وقبل أن ينتهي رمضان هو شهر مكرم منعم ومعرفتنا بفضائله وشرف مكنته تجعلنا نقدره حق قدره تجعلنا نغتنمه أحسن اغتنم فالرمضان هو شهر الرحمة والمغفرة وهو شهر العتق من النيران وشهر الذي ترفع فيه كان دائما يدعو قبل رمضان كان يقول اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبل وحينما يأتي رمضان كان يقول إلى أهل هلاله آتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا وكان يقول صلى الله عليه وسلم كلما أقبل رمضان آتاكم شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنفسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا فإن الشقية من حرم فيه رحمة الله أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها حماسة لاغتنام هذا الشهر الفضيل الذي يغفر به الله الددوم وينزل فيه الرحمات ويباهي به الملائكة فعلينا أن نغتنامه أول شيء نبدأ بأي أحباب الكرام كيف نفعل ما هي أهم الخطوات التي ينبغي أن نلتزم بها لتقودنا إلى مغفرة الله وإلى محبة الله وإلى طاعة الله أول شيء هو أننا دائما نجدد النية والعزيمة النية والعزيمة هي في أنفسنا لكنها تضعف بين الفين والأخرى دائما نجدد جدد إيمانكم قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا لا تضعف بين الفين والأخرى دائما نجدد جدد إيمانكم قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال بقولكم لا إله إلا الله إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوم فجددوا إيمانكم وهذا التجديد يكون بأن نوق بأن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا الله تعالى مطلع على نياتنا وعلى إراداتنا وعلى قصدنا الله تعالى بعد عليم بسريرتنا فمتى ربنا عز وجل رأى من هذا الصدق فإنه سوف يسدد خطواتنا وسوف يعيننا على الطاعة يعني كل المتائم التي تحصل للصائم في رمضان من جوع وعطش وصداع دماغ وغير ذلك كلها تزول بأمر الله تعالى لأن الله عز وجل يعطيك المدد ويعطيك القوة ويعطيك البركة الأمر الثاني أننا دوما نجدد التوبة التوبة نجددها إذا دخل رمضان بل ونجددها في كل يوم من أيام الله دائما نحدث أنفسنا على تجديد التوبة نبتعد عن الذنوب والمعاصي ونحدث أنفسنا بأن نعمل أي عمل يرضاه الرمب أي عمل فيه مرضاة للرمب جل على كيف يحدد ذلك هذا الأمر هو لا شك أننا جميعا عندنا هذه المقاصد ولكن كيف كيف نسير إليها الكيفية أيها الأحباب الكرام هي بطرق بسيطة وسهلة سياري الصالحين فنحن في تراتنا الإسلامي عندنا الكثير من الشخصيات المهمة من سلفنا الصالح كانوا سادة العباد عرفوا بقوة الإيمان واليقين وعرفوا بكثرة العبادة وأيقنوا بمنزل رمضان فاغتنبوه حق الغنيمة فنحن نقرأ سيار الصالحين والأولياء المقربين لكي نقتدي منهم وطبعا السيرة العظمى هي سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول نحاول أن نقرأ سيرة النبي الكريم والصحابة من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم أجمعين ثم سير الصالحين إلى العلماء والفقهاء والمحدثين والداكرين والأولياء المقربين ونحاول أن نسير معهم في ركبهم الأمر الثاني أي عائلة وأيضا الصحبة الأصدقاء لأن الصاحب ساحب منهم الأصدقاء الذين سوف يكونون بعد في رمضان نغتنم أصدقاء من أهل الإيمان الصحبة الصالحة تعيدنا على طاعة الله وتعيدنا على الخير وترشدنا إلى فعل الأعمال الطيبة التي يرضاه الله تعالى لأن البيت أولا ثم الصحبة كفيل بأن تقني رمضان على أحسن ما يرم ومن لم يجد فليدعو الله يا رب أعيني وبارك لي في البيئة المحيطة بيئة بيئة العمل أصدقائك في العمل جيرانك أصحابك أطلب من الله تعالى أن يهيئ لك بيئة طيبة صالحة مصلحة فإنها معينة الله تعالى لما تكلم عن أهل الكهف قالوا ويقولون تلاتة رابعهم كلبهم هيئة لك بيئة طيبة صالحة مصلحة فإنها معينة الله تعالى لما تكلم عن أهل الكهف قالوا ويقولون تلاتة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقول سمعة وتامنهم كلبهم العلماء قالوا ما بالوا هذا الكلب ذكره الله تعالى ومجده وأتنى عليه ومجرد كلب قالوا لأنه صاحب الصالحين صحبة الصالحين الأبرار الأخيار ولو كنت كذبا فإنك مقامك يرتفع بباركة الصحبة الصالحة كذلك علينا أيها الأحباب الكرام أننا نتعلم أحكام الصوم وفقها الصوم نتعلم واجبات الصيام وسدده وآدابه حتى حتى نكمل الصيام على أحسن ما يرام ونؤديه على أكمل وجه وهذا ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لكي نستطيع أن نصوم صياما صحيحا وإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة سوف نستعرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام بشكل بسيط وواضح سوف نتفادى التعقيدات المتواجدة في بعض الكتب الفقهية وسوف نأخذ اللب والجوهر والزبدة والفهم الميسر الذي يكون قاملا للفهم لكافة الناس وسهل التطبيق هذا هو رمضان المكرم لأنه هذا الشهر هو أول غنيمة يعطينا فيه الله تعالى هو مغفيرة الدنوب جميع الدنوب كلها يكفرها رمضان قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم جميع الدنوب كلها يكفرها رمضان قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتدمت الكبائن الله تعالى يضع لنا مناسبات للمغفرة وينبغي أن نغتنبها وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث كثيرا عن علاقة رمضان بمغفرة الدنوب والخطايا مرة كان في المسجد النبوي تصعد المنبر وكان المنبر النبوي يتكون من ثلاث درجات فلما صعد النبي الكريم المنبر في الدرجة الأولى وكأن شخصا قد شخصا ببصره فقال آمين ثم صعد الدرجة التانية فكأن شخصا تكلم معه فقال آمين صعدت المنبر وفي كل درجة تقول آمين 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 أدبك فقال صلى الله عليه وسلم لقد أتني جبريل فقال لي يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل الناف أبعده الله فقل آمين فقلت آمين ثم قال جبريل يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل الناف أبعده الله فقل آمين فقلت آمين ثم قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشهد عندنا قول جبريل من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له هذا أبعده الله تعالى أنه يعطيه الله مقام الشفاعة كما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن الحياة الدنيا قصيرة وغدا سوف تنتهي وكلنا سوف نرحل الحكام والمحكمين الكبراء وصغر الناس وعموم الناس كلنا ولكن أين نذهب؟ نذهب إلى عالم آخر لنستيقظ من جديد يسمى يوم القيامة نقول فإذا هم قيام ينظرون وفي هذا اليوم العصيم سيكون الحساب وقفوهم إنهم مسؤولون كل واحد مننا سيقف بينه وبيد الله تعالى ليس بينه وبيده ترشبان وقد يصاب الإنسان بأسى وحزن عظيم لما يرى بأن أعماله الدنيوية كانت قليلة هنا يحضر الشفاعة ومن من يشفع يشفع رمضان وإذا هنا يحضر الشفاعة ومن من يشفع يشفع رمضان ويشفع معه القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي مدعته الطعام والشرام بالنهار تشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن مدعته النوم بالليل تشفعني فيه فيشفعان لأن رمضان هو سبب في أنه يمنعك من الطعام والشرام بالنهار طول النهار لا تأكل وأنت محتاج للطعام والشرام ولكن تمتنع لوجه الله تعالى أما القرآن فهو عادة أن الناس يقرعونه بالليل في سلاة الترويح ويقرعونه تلاوة بدعته النوم بالليل ويطلب القرآن أن يشفع فربنا يأدى لهما فيشفعان لصاحبهما ويكفي أيضا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان الله تعالى يبعده عن الضار كلما صمت يوما في سبيل الله إلا بعد الله بينك وبين الضار سبعين سنة قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة وقال أيضا بعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام تصور يوم واحد تبتعد عن الضار بمسيرة مئة عام وهذا فضل عظيم للصيام فعلينا أن نفرح ونسعد بأن هذا الصيام ميسر لنا والله تعالى قد دلنا عليه ووفقنا لأذائه ومضت أيام ولله الحمد ووفقنا لأذائه ومضت أيام ولله الحمد في سلام وأمان وطمئنين ذهب الضماء وامتلت العروق وتمت الأجر إن شاء الله فكل واحد مننا صام باعد الله بينه وبين الضار وقرم إلى الجنة لأن في ذلك اليوم العصيم الناس يتقون إلى الحياة الأبدية والحياة الأبدية إما في النار وإما في الجنة لك أن تختار يعني لا يقول إن سأكون عدماً بعد أن أموت سأكون جتةً ثم أصير تراباً ثم تنتهي القضية لا هناك بعد وهناك نشور إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياد بالله فطوم للصائمين طوم للصائمين أن الله تعالى يدخلهم الجنة من باب عظيم يسمى الريان لأن هناك الإزدحام وهذا الباب خاص بالصائمين قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وفقنا للصيام وعرفنا بأحكامه لأن هذا العمل هو يؤدي إلى الإخلاص الإخلاص علينا أن نفرح هناك أفرح أيها الأحباب الكرام تتلو الصيام هناك أفرح علينا أن ننقن بأن بعد التعم وبعد الصهر وبعد العطش وبعد الجوع هناك الفرح وهناك الجزاء وهناك العطاء ربنا عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه ونخلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا أيضا من المحفزات الله تعالى قل لنا جميع الأعمال للبنى الإنسان هذا أيضا من المحفزات الله تعالى قل لنا جميع الأعمال للبنى الإنسان كلها له قد تقرأ القرآن ولكن الناس يسمعونك ويقولون ما أجمله بالصوت قد يدخلك الرياء قد تنفق المال الزكاة أو الصدقة ويراك الناس ويقولون هذا الرجل الكريم وبيعطاء قد تحج وتعتمر وتقول لبيك الله ما لبيك ويراك الناس تلبس البيان ويقول هذا حاج هذا معتمر قد يدخلك شيء من الرياء إلا الصيام فلا أحد يقول أنا صائم لأن الصوم هو فيه الإخلاص يعلمنا الإخلاص لا أحد يدري حقيقة صيامك إلا الصيام فإنه لي فإنه لي لله عز وجل وأنا أجزي به فالفرحة للصائم فرحتان فرحتون عند إفطاره كل كلما أراد المغرب أن يؤذن وغرمة الشمس نشعر بالفرحة نجتمع مع العائلة والأحباب والأسرة ونفرح طعام كثير ونسعد هذه الفرحة الأولى عند إفطاره وقيل هذه الفرحة ستكون الكبيرة ستكون في ليلة الفطر لما يقول بزغ هلال شوال ونصلي صلاة العيد ويفرح الناس بالطعام والشراب ولباس التوم الجديد فرحة عند إفطاره هذه الفرحة الأولى والفرحة الكبرى فرحة عند لقاء ربه لما نلتقي بالله يوم القيامة وتجد بأن رصيدك من الحسنات ممتلئ ببركة الصيام والقيام وتلاوة القرآن قد يقول قائل وأنا صائم أشعر بالتعم حتى إن فمي في رائحة كريهة بعض الناس عنده برض في جوفه فيدعت إسوى على فمه رغم ذلك بسبب الجوع والعطش قال ربنا عز وجل وأنا صائم أشعر بالتعم حتى إن فمي في رائحة كريهة بعض الناس عنده برض في جوفه فيدعت إسوى على فمه رغم ذلك بسبب الجوع والعطش قال ربنا عز وجل ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكي هذا الريحة الطيبة لك تكون في الفمي الصائم قد يراها الناس كريهة لكن عند الله عظيمة لأن هذا الصائم ترك الطعام والشرام والشهوى من أجل الله سبحانه لهذا يقال تهب على أهل الجنة ريح طيبة فيقولون ربنا ما أطيب هذه الريح فيقول الله تعالى ريح أفواه الصائمين أطيب عند الله من هذه الريح ريح أفواه الصائمين أطيب عند الله من هذه الريح ليريح الجنة فمدى علينا أن نفعل أيها الأحباب الكرام هذا الشهر رمضان هو يمضي بسرعة وقد نفاجأ أنه قريبا يقال بأنه أوشك أن ينتهي علينا أن نغترم العمل الذي ينبغي أن نقوم به هو أننا نواضب على الصيام الصحيح كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم والصيام يكون أولا بالصيام هناك الصيام العامة وهناك الصيام الخاصة وهناك الصيام خاصة الخاصة صيام العامة هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج طعام والشرام والنكاح هذا يسمى الصيام العامة والصيام الخاصة هو صيام الجوارح تصوم العينان وتصوم الأذنان ويصوم اللسان وتصوم الرجلين القدمين واليدين كل الجوارح تصوم لا تفعل شيئا حرمه الله وصيام خاصة خاصة وصيام خاصة خاصة هو صيام الفكر والمشاعر استاذ فكره حتى الفكر لا يتركه أنه يتيه بعض الناس قد يتيه إبليس من الفكر فيتفكر أشياء محرمة ووصائم وتدور في دهده أشياء ممنوعة ووصائم فلكن المؤمن صيام الخاصة أو خاصة خاصة حتى الفكر يصوم فلا يتفكر إلا في جلال الله وعظمة الله وكل ما يقرب إلى الله فلنصحح صيامنا يكون صيامنا ليس صيام العامة بل صيام الخاصة أو خاصة خاصة ثم نحافظ على الصلاوات الخمس لأن الصلاة هي عباد الدين وهي الرقت الثاني من أركان الإسلام ونأسف أن بعض الأحبة الكرام يصومون رمضان ولكن لا يصلون وهؤلاء على حافة خطيرة من العياد بالله فعلينا أن نحافظ على الصلاة من كان تاركا للصلاة هذه مناسبة أنه يبدأ عهدا جديدا مع الله تعالى وعفى الله عما سلف وغفر وتاب واحتسب والله تعالى كريم ثم الصلاة أيها الأحباب الكرام هي لكن وحده آخر من الصلاة وهو القيام ليلا الله تعالى يأمرنا بقيام الليل طول السنة ولكن نحن نعجز لكن الظروف مواتية في رمضان في رمضان الأجواء مواتية للقيام ربنا عز وجل تكلم عن المؤمنين وعن عباد الرحمن سماهم عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما من صفات عباد الرحمن أنهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما من صفات عباد الرحمن أنهم في الليل يبيتون لله ولو جزءا قليل أي نعم هناك متاعب هناك مسؤوليات هناك عمل في الصباح هناك تربية أولاد هناك مطبخ هناك أشغال بيت هناك كلنا عند ذلك ولكن لا بد للإسان أن يقتطع ولو جزءا من وقته للصلاة بالليل عباد الرحمن هؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقيما ألن كله لا يكادون يفترون وقال عنهم أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فالقيام هو هو فالقيام هو هو أمر سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى فرض سيام رمضان عليكم وسنلت لكم قيامه فمن صامه وقعمه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم والدته أمه لأدى قيام الليل في رمضان إيمانا واحتسابا لا سمعة ولا رياء خرج من ذنوبه كيوم والدته أمه وتحكي لدى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل إتنتين ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة ثم كذلك علينا أيها الأحبة الكرام في رمضان يسلم من كل إتنتين ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة ثم كذلك علينا أيها الأحبة الكرام في رمضان أننا نشهد في تلاوة القرآن الكريم لأنه شهر التلاوة وفيه أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومينات من الهدى والفرقان فالإنسان عليه أن يكون عنده مصحفه الشخصي صديقك الحبيب هو المصحف الشريف مصحف خاص بك لا يفارقك دائما تضعه عند رأسك عند النوم آخر ما تتعهده ليس هو التلفاز أو الهاتف النقال وعندما هو المصحف الشريف تقرأ فيه ما تيسر عند النوم وحينما تستيقظ بالليل تأخذه وتقرأ فيه ما تيسر وحينما تصبح وتصلي الفجر تأخذه وتقرأ فيه ما تبارك لمن يقرأ القرآن في رمضان ويعطيه من الأجر والتواب ما الله به عليم ربنا عز وجل ندمنا إليه فيه أجر وتواب كبير وهو الإكتر من الصدقات كان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة في رمضان فالصدقة هي مطلوبة في كل وقت وحيد لكنها في رمضان هي الأفضل لأن الله تعالى يضاعفها أضعافا مضاعفة من أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة كان أجود بالخير من الريح المرسلة كان كثير العطاء لا يخشى الفقر لأنه يوقن بأن الله رزاق ذو القوة المتين والصدقة تكون خسالة تجد مشقة كبيرة حتى في الإفطار فنحس على أن نيسر لها أسمام الإفطار قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائبا كان له مثل الأجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء إذا فطرت صائم ربنا أعطاك نفس الأجر الذي هو للصائم دون أن ينقص من أجر الصائم أي شيء والصدقة هي خير كثير جدا وفيها فضل كبير وكان النبي الكريم يقول الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر كله كله خير كي يعطي الله تعالى الطعام الكثير فيشكر والشكر عبادة والذي يصوم ويصبر هو أيضا عبادة ولكن الطائم الشاكر هو بمنزلة الصائم الصابر والإنسان عليه أن يعطي للفقر والشكر عبادة والذي يصوم ويصبر هو أيضا عبادة ولكن الطائم الشاكر هو بمنزلة الصائم الصابر والإنسان عليه أن يعطي للفقراء والمسكين حتى قال صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الذي يسعى على الأرملة والمسكين وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول لنا من أراد أن يغفر له الله الدنوب فليكتمنا الصدقات فالصدقات تطفئ غضب الله الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار جميع الدنوب والخطايا والسيئات التي ارتكبتها ربنا يغفرها لك بصدقة صدقة تدخل بها السرور والفرحة إلى قلوب المحتاجين بل إذا كان عندك مريض في العائلة أو أنت نفسك مريض وعاجز الأطباء عن دوائك دواء فخير دواء هو الصدقة في الشفاء للأمران قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات داووا مرضاكم بالصدقات بل من كان ربما يشكو قلة البركة ما عنده باركة في الرزق ولا في التجارة ماذا علي أن يفعل؟ أنه يتصدق فإذا ما تصدق بارك الله له في رزقه وفي تجارته قال صلى الله عليه وسلم من ألفق نفقة بورك له فيها من ألفق نفقة بورك له فيها ثم يرطي الله زيادة ما نقصت صدقة من مال وإذا مات أحد الأحبة ونفده في القبر وخشين عليه كيف ننقده كيف نساعده وهو في القبر ربما يحسب أننا نتصدق عليه تدافع عن صاحبها في القبر وتعيده وهو في القبر ربما يحسب أننا نتصدق عليه تدافع عن صاحبها في القبر وتحميه من ملائكة العذاب لهذا أهل الميت عليهم أن يتصدقوا أيضا في رمضان علينا أيها الأحباب الكرام أن نتجنب الإساءة بل لم يجد صدقاء أو فعل الخير على الأقل أن يتجنب الإساءة في رمضان ينبغي المسلم أن يكون مثالا في السلوك القويم ويكون أخلاقه رفيعة ولا يدنب ولا يسيء ولا يدخل في شجار ولا في عراق ولا خصومة مع الناس لأن الصوم جدة يعني وقايا الصوم جدة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقول إني مرء صائب إني مرء صائب دائما الإساءة يمتعد عن أمال سيئة ليس الصيام عن الطعام والشراب وإذن الصيام عن اللغو والرفات عن اللغو والرفات فالإساءة يمتعد عن ذلك أيضا أيها الأحباب الكرام من الأعمال الطيبة التي ينبغي أن يقوم بالإساءة في رمضان العمراء هناك بعض المحظوظين من أهل الله اختارهم المولى وناداهم المداد ناد المداد عليهم ويسر لهم الله تعالى لأداء العمراء فهؤلاء هديئا لهم هؤلاء الآن هم في بقاء المقدسة يعتمرون ويعمرون بيت الله المكان مهبط الوحي بكة المكرمة والمدينة المدورة هديئا لهم هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمرتهم كأنها حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يحج معه فقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي إلا أنها لا تسكط حجة الفرد ولكن في الأجر والتواب كأنها حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع أن يؤدي العمرة فعله أن يصلي الصبح في جماعة من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى شروق الشمس ثم صلى ركعتين الضحى كانت له أجر حجة وعمرة تامة 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 هذا حج الغير القادر أنك تصلي الصبح في جماعة وتجلس تذكر الله تذكر الله تملأ وقتك بالذكر لا تدام حتى تشرق الشمس وتصلي ركعتين الضحى لك أجر حجة وعمرة تامة 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 ولا ننسى أيها الأحباب الكرام هناك عبادة الاعتكاف هذه تكون في العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان تكون سنة الاعتكاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها وفلما كان العام الذي قوم فيه اعتكف عشرين يوما اعتكف عشرين يوما فالاعتكاف أيضا يستطيع يحدث نفسه به أنه يمحط عن طريقة من الطرق لكي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان يكون له الأجر والتواب وفي تلك العشر الأواخر من رمضان علينا أن نتحرى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم بدا به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرها وكان يوقد أهله وكان يحيي ليله ويشند بإزره فهذه كل أعمال هي قاربة من عند الله تعالى نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام وكان يوقد أهله وكان يحيي ليله ويشند بإزره فهذه كل أعمال هي قاربة من عند الله تعالى نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام رمضان نسأل الله تعالى أن يعيننا على تلاوة القرآن وعلى قيام الليل وعلى الدكر وعلى الصدقة وعلى الإحسان وعلى صلة الأرحم وعلى أننا نجدد إبادنا المقصود أيها الأحباب الكرام من كل هذه العبادات أننا نجدد الإيمان ونجدد التقوى ونجدد السلوك لا ينبغي أن نخرج من رمضان كما دخلنا إليه أول مرة ينبغي أن نكون في وضعية طيبة من الإيمان والصلاح حتى كان الصحابة رضي الله عنهم من سلفنا الصالح تكاد الملائكة تنزل إلى الطرقات لتصافحهم من شدة إيمانهم ويقينهم وتقوىهم والعمل لن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام أذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا ويسأل عن أحكام الصيام أو عن أحكام تخص الحياة العامة أنت تسأل والإسلام يجيب أرقامنا هي كالتالي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السيد برحبا بكل البكالبات صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله